السلام عليكم رابع اليوم بدنا نراجع مع بعضنا الدارة الكهربائية حصة اليوم ما فيها درس جديد بدنا نراجع مع بعض الدارة الكهربائية عشان أحكي لكم شو الواجب نهاية هاي الحصة خلينا نراجع مع بعضنا نتذكر مع بعض الدارة الكهربائية بتتركب من البطارية وحكينا تعتبر مصدر للكهرباء وزي ما انتوا شايفين فيها قطبين الموجب والسالب اللي هي بتعطي الكهرباء لأي جهاز عنا عشان يضيء أو يشتغل فإذن تتكون من البطارية اللي هي تعتبر مصدر للكهرباء تتكون من الأسلاك الكهربائية اللي هي عبارة عن ناقل للشحنات الكهربائية وعننا المصباح أو جهاز في عندي بالبيت بدي أشغله اللي هو بيشتغل لما يتوصل له أتى الكهرباء فإذن كمان مرة نذكر مع بعض الدارة الكهربائية تتكون من البطارية والأسلاك والمصباح الكهربائي وحكينا أن بمجرد ما نغلق الدارة الكهربائية تسير الكهرباء باتجاه واحد بالبطارية وتنتقل إلى المصباح وزي ما أنتوا شايفين بنفس الاتجاه بتنتقل وبتضلها بهذا الشكل بشكل دائرة عشان هيك سميناها دارة ومغلقة مجرد ما أغلقت الدارة بيظلوا التيار الكهربائية يسير في الأسلاك ويصل إلى المصباح أو الجهاز الكهربائي واجبنا لليوم يا رابع إن شاء الله بدي منك إما بتعمل دارة كهربائية أو بترسم رسمة الدارة الكهربائية بهذا الشكل وبتشرح لي فيها بدي تسجل لي فيديو هالمرة تسجل لي فيديو تشرح لي فيها كيفية انتقال التيار الكهربائي وكيف توصل للمصباح وبضيء المصباح وتذكر لي أجزاء الدارة الكهربائية ووظيفة كل جزء منها تكتحكي للبطارية هي بمصدر الكهرباء والسلك ينقل الكهرباء إلى الجهاز أو المصباح الكهربائي ويضيء إذن إما بتعملت وكثير منكم عملوا دارات كهربائية حلوة كثير بالحصاص الماضي كمان قبل ما نعطل فإما بتمسك دارة كهربائية أو بترسم هاي الرسمة وبتشرح لي عليها ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر